الحقيقة لما يكون في حكم كويس بنقول إن في حكم كويس لما بيبقى في حكم كويس بنقول إن في حكم كويس كابتن محمود البنة على الرغم من إنه عنده أخطأ يعني كابتن محمود البنة حيحكم بكرة مباراة الآله واسموح هل معنى الكلام اللي أنا بقوله ده إن لو كابتن البنة أخطأ بكرة يبقى مش هنقول إنه هو أخطأ لأ هنقول إنه هو أخطأ ولكن بكرة طاقم تحكيم مكون منك كابتن محمود البنة حكما للساحة كابتن محمود أبو الرجال حكم مساعد كابتن يوسف البساطي حكم مساعد كابتن عمر رمضان حكم رابع ثم كابتن عمر الشناوي حكم فيديو ثم كابتن محمد محمود لطفي مساعد حكم فيديو إذن كابتن محمود البنة وكابتن عمر الشناوي حيكون كابتن محمود البنة هو الحكم الساحة وكابتن عمر الشناوي هو حكم الفار نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق لما بيبقى عندنا حكم زي كابتن محمود البنة بنقول أنا شخصيا بعتبر أن الكابتن محمود البنة واحد من أفضل الحكام اللي موجودين في مصر الحقيقة يعني هل ده معناه تاني هو بقوله هو بكرر معناه أنه لو أخطأ مش هنقول لا هقول أنه هو أخطأ ولكن رجل ما بيعملش شو ما بيعملش منظرة ما بيعملش قرارات عكس القرارات اللي المفروض أن يتم اتخاذها ممكن يخطئ وده طبيعي جدا أن في بعض الحكام ولكن هناك البعض بيخطئ كل مباراة في كل مباراة بيلعبها ضد الأهلي بيخطئ نفس الأخطاء ده معناه إيه؟ معناه كتير بقى بالنسبة لجمهور النادي الأهلي